ده كلام مهم وتبقى ضربة البداية مقالي ومقاله للكدبين اوي منص عدل اشار في البداية الى عواجيز الفرح وهم تقريبا شريحة الكدبين اوي ليه الاهلي فاز ببطولة افريقيا ناس بركتله وناس سكتت وناس حاولت تقول لكن ظهر بقى فاصيل الكدبين اوي اللي هو بيدور زي ما المهانس عدل قال بالملقاط على اي حاجة فبصوا في جدول الدوري قال لك الاهلي له ست مطرد بالزمة ده دوري ده دوري فاسد والدوري بتعمل مفصوص عشان الاهلي والاهلي بتتخصص له كل حاجة وكل حاجة بتتعطل عشان الاهلي وتعالوا شوفوا وكلام كتير اوي يناقض اللي احنا بنعرضه على طول انه الاهلي عنده رقم قياسي عالمي في عدد المتشاط اللي العابها السناني وعلشان يعني نفسي اعرف اول حاجة التأجيلة باش ماندس كان وفقا لللاي لا انا بس عازة اسألك هو ايه الميزة الاهلي بيخدم التأجيل يعني ده بيدور مؤكد ده بيدور بدليل ان الزمالك في الموسمين اللي تأجل للاهلي استفاد بدا هو استفاد بدا لسبب اي انت مؤجلاتك بتيجي في الوقت الحرج اللي فيه فرق بتنزل الفرق بتصعد داي فاذا كان ليك خمس ست فرق من بيتصرع من اجل البقاء وانت حتلاقيهم حتلاقي اصراع شارس جدا ما كنتش حتلاقيه في الاحوال العادية وانت بتلعب وحتلاقيه انت منهك وفي جدوى المضغوط وبعد مشوار طويل يعني مين قال النديمي اذا طيب ده ده كلام ده كلام منطقي جدا بدليل ايه انت بتلعب بداية الموسم مع بعض خلال المدة الزمنية ديت انت بتلعب مطشاتك في الدورة اللي هو الناس اللي غير المشاركين في افريقيا بصوا مثلا عدد المطشات في الموسم ده من اول ما بدأ الدوري لغاية لما هي انتهي فيه مسابقات محتملة زي كاس مصر ما حدش عارف مواعيد هتحطت امتى لكن ما تم لعبه واللي حيتلعب لغاية نهاية الدوري خمسة وعشين سبعة اتفضلوا الاهل هيبقى لعب كم مباراة رسمية محلية ودولية وافريقية الاهل هيبقى لعب تسعة وخمسين مباراة الاربعة دول اللي شاركوا في افريقيا السنة دي برامز هيبقى لعب اتنين وخمسين هل العدد ده في المشاركات المختلفة لانهما كان اربعة وستين مباراة اربعة وستين مباراة بتحديد كاس مصر كاس مصر حتى الان لم يحدد كاس مصر في الموسم الجديد هتلعب منه دور الاثنين وثلاثين وتستنى فالمخصص لهذا الموسم الاهل اربعة وستين مباراة اللي تلعب فعليا او اللي هيتلعب فعليا لنهاية الدوري مش كاس مصر هيبقى تسعة وخمسين مباراة برامز اتنين وخمسين في يوتشر واحد وخمسين والزمالي خمسين يعني الناس اللي بتتكلم مين اكتر فريق ملعب يعني اتنسيب الجدول شوية مين اكتر فريق لعب مطشوط مش كده بس الفترة الزمنية ديت النادي الاهلي لما تبصوا الله راشواندس لعب اربع مباريات كاس العالم للاندية اسفج اتا اولا الناس اللي بتقول الجدول الدور اتعمل عشان الاهلي لا لما جدول الدور اتعمل ما كانش الاتحاد الدولي اسند للمغرب تنظيم كاس العالم للاندية ولا تقرر مشاركة الاهلي فيها باعتباره وصيف النسخة الماضية فدخل الاهلي في كاس العالم للاندية الوداد نفسه لعب مطشوط واحد وخرج الاهلي لعب اربع مطشوط واربع مطشوط تقيلة لما الاهلي كان بيلعب مع باير رميونيخ مع ريال مدريد ومع فلمينجو ومع المنافسين في كاس العالم للاندية كان النفل اللي بتلعب الدور هنا بتلعب كل اسبوع مباراة أو كل خمس سيام مباراة واخدر حيتها خالص الاهلي يلعب في افريقيا لغاية الفاينال نفس الحكاية الاسبوع واحد عامل حسين خط في اللايحة شروط كل الاندية عرفاها ان الاربع اندية دول انطبقت عليهم اللايحة لما تيجي تلعب مباراة افريقية داخل الارض ليك ثلاث تيام قبلها خارج الارض ليك اربع تيام اللي خده الاهلي خده الزمالك وخده بيرامز وخده فيوتشو ولو الزمالك كان كمل ووصل للمباراة نهائية حياخد نفس اللايحة نفس اللايحة كان حياخد عدد المطشات وعدد المؤجلات بالزبط فيعني الاهلي اضيف ايه باشي انك تدور على الحاجة اللي ما تنطبقش طيب بالزبط كمان النادي الاهلي عشان مشاركته في افريقيا السنة اللي فاتت وصل للفاينال فترحله تلات مطشات من كاس مصر النسخة اللي فاتت الناس غيره ولعبوها في توقيت طبيعي الاهلي اتحشرت له السنة دي في النص لغاية لما لعب وكسب ولعب المؤولين عندك الجدول اللايحة قالت لك ثلاث ايام واربع ايام للكل قالت لك الفرق اللي حتتأهل بعد دور المجموعات يعني من دور التمانية مفيش مباريات بين الزهاب والقياد ليه لان الاتحاد الافريقي خل المدة البينية اسبوع واحد تلعب الحد وتروح تلعب الحد تلعب السبت وتروح تلعب السبت قالت لك الفرق اللي حيتأهل بعد دور المجموعات مش حيلعب مطشات بين الزهاب والقياد اللي حصل مع الاهلي حصل مع بيرامد وحصل مع فيوتشر الزمالك ما خدش الكلام ده لانه خرج من دور المجموعات فما انطبقش عليه ده انما فيوتشر وبيرامدز والاهلي لعبوا بمنافس المعدل الزمني خلال المدة نفسها الزمالك لعب مباريات الدوري بمدة بينية طبيعية كل جمعة مباراة كل ست ايام مباراة الاهلي لعب المباراة دي كل تلت ايام لانه التأجيل بتاع مطشات الاهلي في الدورة هو لصالح الزمالك او لصالح اي منافس مباشر ده معناه يا سيد زبراهيم لما تبقى كل التحليات بتاعتك عكس الحقيقة ده معناه هل انت مش واخد بالك ولا تقصد المهابرة وتشويه بس المحاولة التقليل او الاحالة للناس اللي مش متابعة ان كل حاجة بتتقبل عشان لاهلي معين العكس مع انك انت المستفيد انت مستفيد مية المية يعني انت تلعب مباراة في الاسبوع انك بلعب مباراة كل اربع تيام او كل تلت ايام احيان يعني في السبع تيام بلعب مطشين بلعب تلت مطشات بالظبط فما تدعيش بقى ان ده المصلحتي وان ده دوري مش مظبوط ودوري لكن لما تكسبه دوري مظبوط بنفس الظروف بنفس القاعدة ونفس اللايحة كذان انا كنت هو انت حطت اللايحة بناء على الفرق اللي حتشارك مين اللي حيشارك انت مش عارف البطولات الافريقية ومستوى التنافس بتاعك اعلى واكتر لان انت بقيت بتلعب الاربعة وثلاثين مباراة للدوري في نفس المدة الزمنية اللي انا بلعب فيها الاربعة وثلاثين اسبوع مضاف اليها التحديات الخارجية الصعبة اللي انا للموسم الرابع على التوالي بتقاهل لنهاية افريقية فللموسم الرابع على التوالي انا متعرض للضغط وللاجهاد عشان كده الاهلي انت بتحسدنا عشان كده لا عشان كده الاهلي مثلا اعتذر على البطولة العربية اللي اتلعب السنين بسبب ايه هذا الضغط بالضبط جده يعني لو انا بتجامل بقى انا اخش كل حاجة اخش كل حاجة واشيب الاتحاد يجملني انما انت يعني بص يا استاذ ده نوع من والله جد العبث وخلاص بقت الامور حتى اقطع كبير جدا من المنتمين الى هذا المعسكر بقوا شايفين ان ده نوع من العبث ولا يليق ها ان يتم ترديد مثل اذا الكلام يتقال برضو هوش معنى الاهلي ما تشوفوا الوداد والدور المغربي اولا الدور المغربي القياس عليه خاطئ الدور المغربي بدأ قبل الدور المصر بحوالي شهرين فبداية الدوريين مختلفين ده رقم رقم اتنين الدور المغربي 16 نادي مش 18 فعدد المطشاط اللي بيلعبها الوداد ملناش دعوة بس بص الدور المغربي بالضبط انا مالي رقم اربعة مين قال الدور المغربي خلص الدور المغربي مبارح كان بتلعب الاسبوع 27 لسه يعني عندهم نفس الضغط المطشاط اللي عانى منها يقولك لا ما هو الوداد اكبروه يلعب قبل اللقاء الاهل لكن الاهل ما اكبروهش الاهل لعب 3 ملشاط قبل مباراة الوداد يعني كلها تمحيك هدفها بس ان انت تقلل من جدارة الاهل وفوزه او محاولة الايحال للناس اللي بره وللناس اللي بنتماشي ان كل حاجة معمولة تعالى تاكن في الاول استاذ برايب بس الوقت بقيت تقنع نفسك انت ترايح نفسك انت بالحاجة كدي انت بوجه الخطاب ليك انت عشان ترتاح بقى لان الوضع ده مش مريح مع ان الحل الوحيد لعلاج اي كبوة او اي خلل موجهته الاعترف به مش تبرير ان ده مجاملة للاخرين الاهل مستفيد من انك تقعد من هذا الخطاب لما المنافس متاعي يعيش هذه الحالة من الترويج الاعلامي المعكوس انا عايز الدينة دي تستمر مش حد داي يعني قصو انتعرف البديل عن التأجيل ايه يا شواندس لو ما اجلوش مرشات للاهل مطلوب ان الدوري يقف والاندية المصرية مشاركة في الخارج يعني الاربع اندية اللي حيشاركوا في الدوري الابطال ولكم في درالية خلص وقف الجيوة لكله الاسبوع بتاع المواجهات الافريقية لانه البديل التاني ما تخليش الاندية تشارك في افريقيا فتبتكلم ليه بشكل موضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة